نتحدث اليوم في الفصل الخامس عن الشخصية في موضوع مهم جدا وهو علاقة الشخصية بالرضى الوظيفي وبالتالي نعكاز ذلك على الآداء ونقول أن الشخصية يمكن أن تحدد الآداء فكلما كانت الشخصية متذنة كلما كان الآداء عالي أي أننا يمكن أن نحدد الصفات الشخصية التي يمكن أن تزيد الآداء ويمكن أن نحدد الصفات الشخصية التي تنعكس سلبا على الآداء مثل انسحاب الموظف عن العمل مثل الغياب عن العمل كل هذه جوانب سلبية إذن من خلال الشخصية يمكننا أن نتنبأ بسلوك العامل ونفسره سواء كان سلوك سلبي أو سواء كان سلوك إيجابي لأن أي أن كان السلوك السلبي أو الإيجابي سوف ينعكس على الآداء بالتالي الشخص الذي تسيطر عليه المثالية والقيم والأخلاق سيكون أكثر شعورا بالزمب وبالتالي سيكون إنتاجه عالي وعكس ذلك الشخص الذي لم تتطور لديه مرحلة المثالية والقيم والأخلاق سيكون أضعف قيما وأقل أخلاقا عموما يمكننا أن نقول في إطار هذه العلاقة نقول أن كل ما كانت الشخصية متذنة كل ما إنعكس ذلك على الرضا الوظيفي وبالتالي ارتفع الرضا الوظيفي لدى العاملين ونقول أيضا كل ما كانت الشخصية متذنة وكل ما كان الرضا الوظيفي عالي كل ما إنعكس ذلك إجابا على الآداء وبالتالي العامل صاحب الشخصية المتذنة يكون رضاءه الوظيفي عالي ويكون كذلك آدائه أكثر قيمة أو آدائه أو إنتاجيتي تكون إنتاجية عالية أكتفي بهذا القدر وإلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته